ردا على اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي فرض عقوبات هي الاشد والاكثر صرام على كوريا الديمقراطية نقلت وكالة الانباء الرسمية لكوريا الديمقراطية امس الاحد عن متحدث باسم بزارة الخارجية قوله ان اي حصار سينظر اليه كعمل من اعمال الحرب والعدوان ضد بلاده واذا ما اصرت الولايات المتحدة على تجهل كوريا او جهود كوريا الديمقراطية لتقرب من جارتها الجنوبية وحماية الامن والسلام في شبه الجزيرة الكورية فان بلاده ستقع عليها العقاب بطريقتها الخاصة على حد تعبيره اشارت الوكالة الى ان كوريا الجنوبية وكوريا الديمقراطية حققت الحوارة والتعاون بشق الانفس واشتركتها في استضافة الاولمبياد الشتوية الا انه مع كل ذلك فرضت الولايات المتحدة عشية اختتام الاولمبياد عقوبات واسعة النطاق ضد كوريا الديمقراطية وذلك في محاولة لعادة اجواء المواجهة والحرب والتوتر في شبه الجزيرة الكورية ولفتت الوكالة الى ان ادارة ترامب تحاول تهديد كوريا الديمقراطية من خلال فرض العقوبات والمواجهة والتسعيد الكلامي لكن بلاده قادرة على الدفاع عن نفسها بما تملكه من ترسانة دفاعية نووية بالاضافة الى ذلك نشرت صحف رسمية كورية ديمقراطية ومالاحد تعليقات منددة باستئناف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للمناورات المشتركة مشيرة الى ان كوريا الديمقراطية ستتخذ اجراءات متشددة ضد تلك المناورات